السلام عليكم مساء الورد والياسمين والخير والبركات عليكم أتمنى تكونوا باخر وعلى خير هاد المرة غنطورش عليكم الفيديو غنهضر لكم على التفاصيل الزواج اللي بغا يتزوج هنا في فرنسا كاين هنا في فرنسا ما عندوش لوراق ولقى شركة الحياة ديالو وغا يمشي يقدم ملف الزواج لان هنا في الزواج ما شي غري يجي وتزوج قل لك راسك يلا نزوج وغاتمشي وتزوجه لا كيكونوا مراحل عاد باش كيتم إجراءات للزواج في الأول بغا تنقول باش أنك تعرفتي على وحدة ولا أنك تعرفتي على وحدة ولا أنك تعرفتي على واحد فرنسي وتفاهمتو وصلتو الزواج فهاتش مزيان لا يستر لكم الأمور ولكن كنتمنى تكون الواحد ما ياخدهاش كأنه غرباش يصوف يراسو أو لا غرباش ياخد الوراق لأن الحياة ما كتستاهلش ما كتستاهلش دوزيها ثلاث سنين ثلاث سنين عاد ثلاث سنين مع واحد سواء أن يبقى يهدد فيك سواء أن يدل فيك فالدنيا لا ما كتستاهلش فربي سبحانه وتعالى كتب لنا واحدة رزق بأي طريقة غن ناخدها ولكن بلاش أنك مثلا تستحملي واحد ما بغياش وتزوجيبه على قبل الوراق أولا الراجل لنفس الوضع تستغلو جيب ما تجيبش إلا ما جبت ليش ما مشيش نسني معاك في البريفكتور شكل لغس تقديروهم فعين الاعتبار وعرفوا بللي الدنيا ما مستهلاش غا تمرد نفسيا وغا تضيعوا صحتكم وفي الآخر غا تلقى وراثكم شنو فايدة الوراق ونتو ما صحا ديالكم مشات مع واحد ماشي مزيان نعرفوا نتزوجو وختاروا الشركة لحياة المناسب وربي يستهل على الجامعة مهم باش ما نطولش ندخل الموضوع مباشرة في حالة ديالة أنك غادي تزوج شنو خسك الدير خسك أول حاجة قبل ما تدفع طلب ديال الزواج يكون عندكم اتباتات أنكم سكنين في سكن مشترك يعني تحول أي حاجة إدارية في عنوان ديالكم مادام ام موسيو يعني مثلا ديروا شهدات ديال السكنات تكون عندكم واحدة عندك راصد بانك كتمشي البانكة كتقولهم ها فين تقدسفتوا لي لغولو في بانكار في هاد السكن كتصلوا بشركة الاتصالات وشركة ديال الكهرباء والماء أو سميتو ديال لابوكس باش أنه يكون عندكم الاسم ديالك والاسم ديال الزوج والزوجة يعني خطيبتك ولا هدا يكون عندكم نفس العنوان هادي أول حاجة لتفادي أي مشاكل أولى أي شوكوك من بعد من ديك تمشي للامغي سواء عن طريق موعد أو مباشرة كتمشي للبلدية باش يديرو لك هاد مراسم الزوج بالنسبة للشخص الأجنبي اللي هو مغربي تونسي جزائري مصري تونسي فهواتي تلبولو من البلد دياله الأصل يجيب أوراق شادة العزوبة ونسخة الكاملة من عقد الزياد ما تكون صلاحيتها ما تكون شفيتها ست شهور ما شيت لت شهور ست شهور ومن القنصرية ديالك تجيب سيختفيكة دو كوتوم يعني ديال تقاليد ديال ديالك الأصل وبالنسبة لك انطلقة أو لمطلقة تجيب ورقة ديال الطلاق وتكون مترجمة باللغة الفرنسية وجواز صفر ضروري جواز صفره إلا ما غيتمش الزاواج وبالنسبة للطرف أو للزوج والزوجة الفرنسية الطرف للفرنسي فقصو إتبات الجنسية الفرنسية اللي هي عبارة عن باسبور وعقد الزياد من المدينة اللي تزيد فيها عقد الزياد الأصلي ولكنت هو مطلق يجيب ورقة ديال ما تثبت أنه مطلق وشهادة الساكن شهادة الساكن للطرفين يعني انت تجيب شهادة الساكن وهي تجيب شهادة الساكن ويكون عندكم من أحسن نفس العنوان هذه من ناحية ديال الأوراق اللي اللي خصوكم تديروها من اللي كتمشي القنصرية ديالك وكتمشمع الأوراق من بعد كترجعوا لبلدية من أجل دفع الملف من بعد هما كيعطوك أي واحد منهار مقترح باش يديرو لكم باش يديرو لكم لودينس خصوصا إلى مهم ماشي دائما كيكو تتكون هاد لودينس ولكن كيديرو هاد المقابلة وفي هاد المقابلة كيهضروا مع الزوج بوحده والزوجة بوحدها وكيهضروا على الأسئلة بالأسئلة اللي كيطرحوها مو يمكن أن يكون أسئلة تقديرو نفس الأسئلة ولكن يجب أن يكون تطابق في الأجوبة مثلا نقول لك شنو هي إمتى تلاقيته مكان مكان ديال فين تلاقيته مدة ديالتعرف اسم ديال حتش كايين اللي كيتزوج ما عارفش حتش اسمية ديالتزوجة دياله الحقيقية اللي مكتوبة في بطاقة الوطنية يعني مثلا كيعتولها أليكس ويسمتها أليكسوندغا ماغية ما عارفش فلازم يكون عندك تعرفها الهواية الماقص ديال اللبس ديالها تيستقصوا أسئلة غي باش يشوفوا واش انتم ما متوافقين ولا لا وكعتوكم جواب بعد مرور 15 يوم تعتوكم الجواب مهم في حالة القبول كيتصلوا بكم باش تختاروا اليوم المناسب ديال ديال عقد الزواج وكعتوكم واحد شهرين يعني مثلا اختاريتو اليوم تيتمنا شهرين عاد كيكون عندكم الزواج وغالبا معظم ديال ديال العراسات ديال عقد الزواج كيكون يوم السبت ممكن تختاروا شي سبت وصافة ومن بعد كيتمشي الزواج ولكن كيكون أعطوكم واحد لاليست أو تاني ديال أشياء لتجنبها يوم عقد الزواج من بينتها مثلا ما خسوم شيكون عدد تبين كوم العدد السيارات اللي خسوم يكون حدا لاميغي حدا البلدية ما يكون ش فوضى ما يكون ش مثلا ما تجيبوش لأعلام ديال بلدان مختلفة وسط البلدية خارج البلدية ممكن ولكن وسط البلدية لا عوداني كيقول لكم سميتو لا يحترموا هدوك المدعوين يحترموا القانون السير ولو وقع أي مشكل ولا أي مخالفة غدي تجي المخالفة باسم العريس العروسة يعني هدوك يقول لهم يكونوا على دراية باش ما يوقع أي مشاكل لهم ولا أي غرامة فهد الش اللي يوقع غالبا تكون دائما حالة القبول في ملف الزواج إلا ولا كان عدم توافق في الأجوبة أو فرق السن كبير أو مدة التعرف حتى كان ما يصدق أش وحدة فرنساوية وكيشتهم يديا وكيقول يا الله بين الله مغين توجو وهي معجبة باقي الشباب وزوين وهذا كتقول واخا ضحك عدية بجوش كلمات هما كيقول لا السيدة كبيرة في السن والسيد باقي صغير وما عندوش الوراق ما كيرفضوا وعاد عرفوهم مدة مثلا سيمان 15 يوم تشهر كيرفضوا طلب الزواج يعني في الزواج ديالكم وفي حياتكم العملية والشخصية ان شاء الله ومن بعد ما كيوقع الزواج كيتس إنه واحد ستشهور وعاد كتدفع الطلب ديالك للا بريفكتور باش تكون دير إقامة أنه كمتزوج من شخص فرنسي كيت تجيك الإقامة في ساعة في حالة أنه عندك طابع في الجواز صفر ما عندك شطابع تجواز الصفر فعندك حالتين يا إما يكون عندكم أطفال بينتكم أو أنك ترجع البلد ديالك وطلب فيزا أو أنك تنتظر ثلاث سنوات وتكونوا عايشين وعمركم ما تفرقوا ومن بعد عاد تدير طلب ديال الإقامة الفرنسية المهم كنتم منها المعلومات تكون يعني درتها باختصار وتكون وصلت لكم ولي عنده أي تساؤول يخليه لي في تعليقات كنتمنى لكم نهاركم مبروك وأيامكم تكون سعادة وخير إن شاء الله ما تنسوا ليش تعليقات ما تنسوا ليش جام والبخت وشكرا بزاف على أنكم كملتوا الفيديو حتى الأخر نهاركم مبروك أو لليلة مباركة حتى جدا فلاشية السلام عليكم